السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي أبناء بناتي الأعزاء كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله درسنا اليوم هو تتمة الدرس السابق وهو درس الرابع والعشرون لحرف اللام مع المدد اليوم درسنا يتعلق بحرف اللام مع المدد يلا معي جميعا لنرى حرف اللام مع المدد الألف وهو الحرف الأول أو المدد الأول ثم الياء في وسط الكلمة ثم الياء في آخر الكلمة وأخيرا حرف الواو لمناء المدد كذلك إذن بسم الله على بركة الله حرف اللام مع الألف وحركة الفسحة يقرأ لا لا الكلمة نجب أن نقول الكلمة لامع 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 إذن وانتقل للسطر الثاني اللي هو حرف اللام مع الياء في وسط الكلمة ودائما كيحمل كسرة فيقرأ للي لنعطي الكلمة ولي مات ولي مات ولي مات إذن دائما أقول الكلمات من الختيار أدي لكم لكن يكونوا كيحملوا الحرف اللي هو كندرسوه مثلا حرف اللام يكون كيد ضمن حرف اللام فقط لنتقل إلى السطر الثاني أنه هو حرف اللام مع الياء من المدد حتى هي لكن في آخر الكلمة حرف اللام مع حركة الكسرة ولياء في آخر الكلمة كذلك يقرأ ل ل ل دائما أذكر فكما قرنا السطر الثاني حرف اللام مع الياء واللياء لأنها الياء في وسط الكلمة لكن هنا الاختلاف دائما أقول وأذكر فقط بالياء في آخر الكلمة لكن نطق كنتقه بحل حال يعني بطريقة واحدة سأعيد حرف اللام مع حركة الكسرة ولياء من المدد الياء في آخر الكلمة يقرأ لي سأعطي الكلمة حفلي 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 لاحظوا جيدا فهنا الياء جاز في آخر الكلمة لماذا نقول آخر الكلمة؟ لأن بياك نختمه ما كيبقى حتى شي حرف مور هذك الحرف هذك فكنسميوه مثلا الياء من المدود في آخر الكلمة جاز في الأخر الكلمة إذن لننتقل إلى السطر الرابع اللي بقى لنا هو حرف اللام مع الواو من المدد وكذلك دائما قلنا الواو أذكر كذلك فالواو كيف يمشي معه كيف يمشي معه الضمة الضمة حركة الضمة والواو إذن سأقرأ اللام أو حرف اللام مع الواو من المدد والضمة يقرأ لو 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 سأعطي الكلمة علوم 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 إذن هنا كما كنشوفو علوم علوم مع الضمة ها هو في وسط الكلمة يقدر مثلا دائما اللواو كيكون كما كنقولكم دائما كيحمل الضمة ما يقدرش يكون اللواو وإحنا كنعمله الفتحة إذن سأعيد منذ البداية أو من البداية قلنا حرف اللام سأعيد الحرف مع المدد والكلمة إذن كلمة سأعيد سأعيد كلمة كلمة وليمة السطر الثالث كذلك هنا للتذكير كذلك الياء في آخر الكلمة سأعيد ننتقل إلى الكلمة حف 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 ثم بقي لنا السطر الأخير اللي هو لو لو سمعوا مزيد فكن حاول نطول أنا ماشي أني كان نعطي شي رنة ولا غنة ولا لكن لأن دائما المدود نمد بهم كنطول لتذكار فقط لبعض نطول لُو كلمة عُلُوم 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 إذن عفوا سأعيد الحرف فقط مع الحركة دياله إذن الكلمات الإخوان والأخوات وأبنائي كذلك وبناتي الكرام فالحرف اللي كنرقضوا عليه من على الحركة والمد لكن الكلمات كين بزف الكلمات تقدروا تعطيوا الكلمات أو تجيبوا أنتم الكلمات فقط تكون هذي الكلمة كتحمل حرف اللام وكنتبقوا عليها إذن إذا كان عندي مثلا حرف اللام في الأول فكنحاول نجيب حرف اللام في أول كلمة إذا كان في الوساط فكنجيب في الوساط لكن درس اليوم اللي عندنا هو المدود كنحاول نجيب المد ديالي يعني اللام مع حرف المد وكنعطي الكلمة باش ما كان خرش على الموضوع أو على الحرف ديالي كذلك مثلا إذا بغضت حرف الياء في الوساط فكنجيب أي كلمة ويكون فيها اللام والياء من حرف المد في الوساط كذلك حرف اللام مع الياء في الأخير فكنجيب كلمة يعني مراسي أنا ما يمكنش عني ماشي ضروري أني غنقل هذه الكلمات لكن كنجيب كلمات كلمات كثار كثار بزف بزف فيهم حرف اللام والياء ثم كيبقى لي حرف اللام مع الواو كذلك نجيب كلمة فيها حرف اللام مع الواو إذن سأعيد الحرف مع المد فقط تبعي معي لا لا سطر ثاني لي 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 سطر إذن قلنا الإخوان أستسمح يعني إلى وحد كم عارفين دبع مع الصيام مع هذا فأصبحت الله لكم قلنا حرف اللام نعود للقراءة حرف اللام أو سأعيد منذ البداية إذن لا لا لي 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 ل ل لو لو إذن حرف اللام قلنا اللي في الأخير مش تركزوا على الواو فدائما أذكر حرف اللام مع الياء والياء فنطق واحد لكن كتابة تختلف فقط وإلى حد هنا إخواني أخواتي وأبنائي بنات الأعزاء أتمنى لكم حد موفق إن شاء الله وإلى اللقاء إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر